طبعاً إحنا يعني في من في ضيافتنا فرقة كف الصعيدي في ضيافة برنامجنا التاسعة خلوني أرحب بالفرقة الأول أهلاً بكم جميعاً ده الترحيب العام وخليني يمكن نرحب بواحد واحد نبدأ الأول بالعازفين صديقنا العزيز الأستاذ حزم على العود ده شيء رائع وأيضاً السيد المحترم شازلي موجود معنا على الإقاع والسيد المحترم أحمد عمر مصطفى الدف صح كده أنا أقول الأسماء مظبوطة ولا إيه مش عاوزين نلخبط الدنيا طيب وبعد كده بقى هنروح لياسر فتحي وهو هذا الصوت الرائع جداً اللي هيمتعنا النهاردة وطبعاً الأستاذ وليد نوبي يوسف يكتب لنا الأشعار والكلمات والارتجال إزايكم عاملين إيه بما إنه هذا الرجل هو اللي بيكتب الكلام إيه هو فن الكف والنريم والواو هو فن الكف هو عبارة عن فن ارتجال أو بيعتمد على ثلاث آلات أساسية آلة العود والإيقاع للطبلة والدف حلو هذه الآلات الأساسية اللي هي بيعتمد عليها فن الكف لكن ممكن تزيد والله ممكن لكن من غير دول ما ننفعش إضافات لكن برضو يعني هو الكف في الصعيدة عموماً لو حد نضاف حاجة غير الآلات دي بيبقى أساساً مش مرغوب فيه إنه هو أصلاً كان عبارة عن طبلة ودف فقط لغير فآلة العود دخلت فيما بعد حظناً حلو فهي طبعاً كانت إضافة آلة العود فهو بعبارة عن مجموعة شباب بيوقفوا يعني من القرى والأرياف والنجوع في الصعيد يعني في الأسر وأسوان فهو من بيقولوا مقطع أو كبليه من تأليفهم طبعاً أو من للمطرب وعلى المطرب أن يلتزم بالكبليه من ناحية القافية والوزن ماشي فهو لازم لما يجي يرد بقى على الكفاف أو على اللي هو الشباب لازم يرد بقافية من نفس القافية بس غير الكلمة اللي هو كررها عشان الكلمة هو تتقررش سرعة باديها يعني مزهلة طبعاً مزهلة طبعاً دي حاجة أكبر فدي طبعاً يعني الميزة بيتميز بها فنان الكف عن أي حد تاني حلو فهو عبارة بيبقى عن آلات يعني الموسيقية زي ما قلنا والمواضيع بتاعته عندنا يطلق عليها سلاسي ورباعي وخماسي وسباعي وسداسي دي المقاطع الكبليهات اللي هي بتتقال على حسب كل شباب على حسب موهماً يعني عايزين يقولوا إيه؟ الموضوع اللي عايزين يتكلموا فيه؟ الموضوع أياً كان موضوع عن الجواز عن الطلاق عن المعمار عن مثلاً الإنترنت عن أياً كان موضوع هادف يتكلموا عليه إذا هو شاف هي منقشة بس بفن الكف بفن الكف وبقافية وبوزن ويغني لازم في نفس الموضوع تطلع شو برا الموضوع؟ وبنفس اللحن وبنفس اللحن وبنفس الوزن والقافية ده كده ده أصغب فن في الوجود أيوة ده فعلاً يعني ده نفضل ماشي على نفس اللحن وحفظ على القافية وحفظ على الوزن واتكلم في نفس الموضوع وابقى سريع ومعطلش دي ما فيهش ظهر طبعاً إنه لو بعيد عن القافية وعن الوجود إنه ممكن أي حد من الموجودين في الصفه قدامه ممكن يطلع يحرجه يعترضه أو يعترضه فيقول له لا أنت كده غلط فهو طبعاً إحراج للفنان قدام الجمهور الموجود طبعاً بتبقى يعني الشباب جاي من القرى والنجوع ومحافظات في الصعيد في الأفراح وده بقى إحنا يقولك يبص بقى على دماغ الصعيد دي سريع وإلمام لأنه مش هينفع تبقى داخل المناقشة أو داخل الفن وإنت مش ملم بالموضوع فلازم تاخد وتدي رايح جاي ما ديش فيها الزارة طبعاً دي حي أكيد هاني ترجمة نانسي قنقر